بسم الله الرحمن الرحيم أيان من لا تصح إمامته في الصلاة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المستمع الكريم إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها كذلك يجب أن يكون سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصد أو تنقص أهليته له فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائل الذنوب التي هي دون الشرك والفسق نوعان فسق عملي وفسق اعتقادي فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك والفسق الاعتقادي كاعتقاد الرفض والاعتزال والإرجاء فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفساق لأن الفاسق لا يقبل خبره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره ففي توليته مفاسد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه أواه ابن ماجه والشاهد منه قوله ولا فاجر مؤمنا والفجور هو العدول عن الحق فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة بل وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله أي مساوي له في العجز عن ركن أو شرط وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر على القيام إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام اليؤتم به الحديث وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وفي رواية أجمعين وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه ولو صلى خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم ولا تصح إمامة من حدثه دائم كمن به سلس بول أو خروج ريح أو نجو مستمر إلا بمن هو مثله في هذه الآفة أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة وإنما صحت صلاته هو للضرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يكون يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع ولا تصح إمامة الأمي والمراد بالأمي هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها على الوجه الصحيح كأن يلحن فيها لحناً يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضمتا أنعمتا وفتح همزة إهدنا أو يبدل حرفاً بغيره وهو الألفظ كمن يبدل الراء غيناً أو لاماً أو السينا ثاءً ونحو ذلك فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كان عاجزين عن إصلاح قراءتهما فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه لأنه ترك ركناً مع القدرة عليه ويكره أي أم قوماً أكثرهم يكرهه بحق بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وحسنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدياً فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أي أمهم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم رجل أم قوماً وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ورجل اعتبد محررا وقال أيضاً إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أي أمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالإئتلاف وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم انتهى أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره الإمامة في حقه وإنما العتب على من كرهه وعلى كل فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين والتعاون على البر والتقوى وترك التشاحن والتباغض تبعاً للأهواء والأغراض الشيطانية فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يسق عليهم ويحترم شعورهم ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة والإنسان معرض للنقص ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلاً أن تعد معائبه هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين